فاللي شفته أنه إجاني بهجة شاكر التكريتي بالفلوجة فؤاد طلع من يم بهجة هالربو فسلم أمور كثيرة لبهجة بهجة صديقي وياي رفيقي وكذا وأنا أقدم منه إجازارني للمعتقل ما قال لي بالشي اللي صار بينه وبين فؤاد فخفاها علي أنا جنت منظم داخل المعتقل منظم البعثيين وأصدقائهم داخل المعتقل وكنت مفكر أهرب حتى أواصل نشاطي لأنه ما بقت قيادة بالحزب فشان عبد الكريم قاسم تسوى ورى ضربته قطة متنفز للبعثيين والقوميين واعتقل الشيوعين عرفت شون؟ ورى ضربته فقام يصير صراع واضح بالكليات فبصفتي أنا أقدم بعثي ممكن يوصلوا البعثيين بالمعتقل والمعتقل البعثيين هزموا القيادة راحات فؤاد الركابة أيضاً صافة أي فأنا أقدم بعثي فيجون يتصلون بي أنا قمت أنظم يعني أنطي توجيهات فقلتها ما تفيد خان أهرب من المعتقل حتى أواصل قيادة التنظيم إلى أن تجي قيادة يدزها ميشيل عفلق ميشيل عفلق شاف فرصة عبدالله الرماوي مسؤول حزب البعث في الأردن أقوى من فؤاد ففصله هو والقيادة مالتا كلها زين فمن صفالة جو إجع على فؤاد فصله ودز بمكانة خصومة اللي هم علي صالح السعدي وحازم الجوال من أنا جو ذول أنا رفضت أنت كنت ضدهم زين فؤاد الركابة كانت عملية اغتيال عبدالكريم قاسم محاولة اغتيال مفروضة علي فرضا ما كان راضي بيها والله ما هذه ما قدر أبت بيها لكن لأنه ما شفت بعدين ما تخنى بهالموضوع اللي عرفه أنهما ما شانوا يريدون يقتالوا بس منه اعتقال عدم نظام 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 وقتالوا ورفضت حاج السري قرروا اغتيال